أعزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم إليكم أبرز المستجدات فيما يخص المنخفض الجوي القادم وأيضا مواعيد هطولات الأمطار بمشيئة الله وكما نشاهد هنا من صور الأقمار الاصطناعية هذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة يوجد حاليا إلى الشمال من جزيرة قبرص ومترافق بكتلة هوائية باردة من المتوقع عن تعبر أجواء المملكة خلال الساعات القادمة لتصبح الرياح شديدة وتصبح الأجواء عاصفة بشكل عام قد تصل سرعة الرياح بمشيئة الله إلى 100 كم في الساعة مما يثير الأتربة والغبار تحديدا في المناطق الصحراوية أما فيما يخص الهطولات المطرية وتوقعات الهطولات المطرية في الساعات القادمة بمشيئة الله مع عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة في المناطق الشمالية تبدأ الهطولات المطرية مع ساعات عصر هذا اليوم في المناطق الشمالية هذه الأمطار قد تكون غزيرة بمشيئة الله على هذه المناطق قد تكون هناك زخات من البرد وأيضا زخات من الثلوج على القمم الجبلية العالية في المناطق الشمالية ومع مرور ساعات النهار من المتوقع أن تبدأ هذه الأمطار بالوصول إلى المناطق الوسطى بمشيئة الله لتكون أيضا الأجواء عاصفة وهناك زخات من البرد طيلة اليوم بمشيئة الله توصيات وتحذيرات من فريق تقص العرب تحديدا فيما يخص هذه الحالة وهذا المنخفض الجوي الانتباه من مخاطر شدة سرعة الرياح تحديدا في المناطق الصحراوية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الغبار الانتباه من مخاطر تشكل السيول في أجزاء من شمال ووسط المبلكة بسبب غزارة هذه الأمطار بمشيئة الله وأخيرا تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية نتيجة حبوب عواصف غبارية ورياح شديدة بمشيئة الله نتمنى لكم السلامة سنبقى على تواصل في تحديثات قادمة خلال هذا اليوم ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري